وحول أيضاً الانتخابات ينضم معنا عامر نصر السياسي المستقل عمر عفواً سيد عمر يوم غداً سيجري تصويت العام للانتخابات مجالس المحافظات ما هو التأثير المتوقع لنتائج هذه الانتخابات على مجمل الخارطة السياسية وثقل الأحزاب خلال المرحلات المقبلة؟ تحية مسائية لجنابك الكريم اسمي عمر الناصر للتصحيح يعني الانتخاب مجالس المحافظات في العراق هي مشابهة إلى حد كبير لانتخاب مجالس المقاطعات والبلديات في الدول الأوروبية نراها بأنها تذهب إلى موضوع اللامركزية الإدارية وبنفس الوقت هي تكون بمثابة توزيع الصلاحيات ما بين المركز والأغاليم على أن يكون المركز له الدور الكبير والفاعل وهو الذي يتحكم بمراكز صنع القرار السياسي في العراق لكن هذه التجربة هي ينبغي أن تكون تأخذ بحرفية تامة ولا تأخذ على حساب المجاملات والمجاملات السياسية والمحافظات وإلى آخره لأن بشكل النظام السياسي في العراق وشكل المحاصص الطائفي هو لا يتناسب كليا مع اللامركزية الإدارية لذلك هناك معايير ينبغي أن تتوفى في هذا الموضوع وأن تأخذ بجودة عالية حتى يتسنى للكتل السياسية أن تراقب عمل أداء وأداء المحافظين بشكل دقيق من خلال مجالس المحافظات التي هي أيضا لديها مهمة مراقبة حقيقية بمثابة مكاتب المفتشين العمومين لذلك تجدين اليوم أن جميع المشاريع هي ربما ستعطل إذا لم يكن هناك جدية باتخاذ قرارات نوعية وصارمة في مجالس المحافظات وأن تذهب الكتل السياسية جميعا إلى توحيد الرؤية المشتركة من أجل تشكيل من أجل إعلاء شأن الخدمات وهذا أعتقد بأنه ما موجود في جميع الدول المتقدمة لكن في العراق على اعتبار أنه الحالة العراقية لدينا هي مختلفة هناك عزوف كبير للناخبين في السين الماضي تعطيل مجالس المحافظات من قبل عشر سنوات هذا كان أمر أدى إلى تعطيل المشاريع المتلكية أيضا وأن لا يكون هناك بنى تحتية بإمكانها أن ترتقيد مصاف المجتمعات المتحضرة نعم طيب اليوم أعلنت مفوضة الانتخابات اللجوء للعدوى الفرز اليدوي بسبب مشكلات فنية في الأجهزة التي حدثت ما مدى تأثير ذلك على مصداقية العملية الانتخابية أولا وبالتالي نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت العام كان من المفترض أن يكون هناك مرحلة تجريبية لاختبار هذه الصناديق والعصى الإلكترونية وقبل أن تكون هناك إجراء لعملية الانتخاب التصويت الخاص كان من المفترض من قبل شهر أو شهرين أن تذهب بالشركة الكورية إلى إجراء إلى اتخاذ ضمانات حقيقية من أجل أن لا يكون هناك خلل وخصوصا أن الوضع العراقي لا يحتمل أي خلل أو أي خطأ وأن تكون نسبة الخلل في هذه الأجهزة هي 0.07 أي بما يعادل لا شيء هذا هو حد التوليرانس الذي كان من المفترض كان يجب أن يكون لكن المشاكل الفني هي واردة أنا ذكرت لك أن الوضع العراقي هو وضع استثنائي وبهذه المرحلة بالتحديد ما علينا أن نتساءل وخصوصا بعد أن ذهبت المفوضية العلية المستقلة للانتخابات بإعطاء التصريح قبل قليل بأن مثل هذا الخلل لن يتكرر يوم غد ولكن علينا أن نتساءل ما هي الضمانات التي لدى المفوضية من عدم تكرار مثل هكذا سيناريو لأن عزوف الشارع هو سوف يكون له أثر كبير في حال كان هناك أي خلل ربما يؤدي إلى زعزع ثقة الناخب بالعملية الانتخابية ونحن لا نريد أن يكون مثل هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال لأن الانتخابات هذه حسب قرارة نفسي هي مهمة جدا وهي سوف تحقق المساءلة الشعبية إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح من أجل أن لا يتحول المجتمع إلى أي مجتمع قضيح مجرد ما أن يذهب إلى فقط انتخاب من هو يعني لا يرى فيه الاختصاص وخصوصا نرى بهذه الانتخابات أنه الكثير من للأسف أقول الكثير من الشخصيات التي تم ترشيحها هي لا تحمل الرؤية الابتصادية الثاقبة وليس لديها الاختصاص القانوني الذي يؤهلها لانتخاب مجالس المحافظة طيب يعني سيد أهمر هذه بالنسبة إلى الجانب العطالة الفنية التي بالفعل هناك اتهامات ولو نقول هناك على نطاق ضيق بالتزوير ماذا لو انسحب ذلك على عملية التصويت العام؟ أنا لا أعتقد بأن سينسحب ذلك على التصويت العام لأن الوضع اليوم هو وضع مختلف للغاية وهناك أطراف هي مقاطعة للعملية السياسية وهناك أطراف عازفة عن الذهاب لصناديق الاقتراع وهناك أطراف غير مؤمنة بالعملية الانتخابية وهناك أغلبية صامتة وضمن حسابات الحقل والبيدر سوف يكون هناك عزوف كبير فيما لو كان هناك أي نوع من الإخفاق في انتخابات يوم غد ولكن علينا أن نتفائل أعتقد بأن المفوضية هي أدت ما عليها من أعمال كانت هي لديها الثقل الأكبر والحكومة العراقية كانت أيضا قد أدت ما عليها من واجبات ومسؤولية وخصوصا بأن القوات الأمنية كانت هي بالدرجة الأولى في موضوع تقديم الأولويات ونحن ننتظر يوم غد حتى تكون هناك إمكانية لأن يختار الناخب من هو مؤهل لصنع القرار السياسي والجلوس تحت قبة مجلس محافظة بغداد أو مجالس المحافظات وأن يتمتع بالحرفية التامة في إدارة الملفات جميعا بدون أي محافظة أو مجاملة نحن متفائلين سيد عمر لكن في حال لا سمح الله أهذا ألا ينضر ذلك بالعودة إلى التجاذبات بل وحتى الصراعات السياسية حقيقة وفقا لمعادلة الصراع السياسي في العراق أجد من أن الوضع هو لا يحتمل وعلى جميع أن يأخذ بعين المسؤولية وعين النظر بأننا اليوم نمر بأخطر مرحلة في تاريخ العراق الحديث وخصوصا بأننا لمسنا في المراحل الماضية والانتخابات الماضية كيف كان هناك عزوف كبير عن الذهاب لصنادق الاقتراع إذن في هذه المرحلة بالتحديث هناك نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها ماذا لو كان هناك عدم مشاركة حقيقية في انتخاب مجالس المحافظات في الاقتراع العام هذا يعني بأن الكثير من الشخصيات السياسية التي أصبحت وجوه سياسية مستهلكة سوف تبقى جاثمة على صدور الشعب ولن يكون هناك تغيير ونعم نحن نحترم الإرادة التي تقول بأن هناك جزء من الشارع مقاطع وهناك جزء من الشارع غير راغب بالذهاب لصنادق الاقتراع هذه لغة الديمقراطية بلا شك لكن بنفس الوقت ضمن معادلة المحاصصة الطائفية هناك فريق بالشارع يقول إذا لم تكن هناك نسبة كبيرة للمشاركة للذهاب لصنادق الاقتراع ربما سوف يكون هناك تلكء حقيقي وعدم وجود جدية للذهاب لمكافحة الفساد الذي جاء في برنامج ومنهاج السيد السوداني لذلك نقول من المهم جدا أن تكون هناك نظرة بعين الموضوعية وعلينا أن لا نكون حيادين بل نكون موضوعين من جانب المصلح الوطنية وأن يكون القرار السياسي في العراق هو قرار مبني على الرؤية الموحدة حتى لا تكون هناك التجاذبات ولا يكون هناك هو كبير بين الشارع والطبق الحاكمة ويؤدي بذنهاية المطاف إلى أن لا تكون هناك رؤية حقيقية موحدة ربما سوف تخلق وتزعزع من الأمن والاستقرار وخصوصا أن نحن نمس الحاجة في هذه الأيام لأن يكون لدينا رؤية موحدة بهذا الموضوع نعم هناك من كان مؤيد ورافض سيد عمر لكن هناك أيضا مخاوف من احتمال أن يكون لمجالس المحافظات دور في فرض الأحزاب السياسية سطوتها بشكل أكبر على مناطق نفوذها عبر السلطة والمال السياسي وغيره يعني ما هو تقييمكم لجدية هذه المخاوف؟ يعني هذا الموضوع بالتأكيد هو أمر واقع وأمر صحيح اليوم الكثير من الحركات السياسية الناشئة التي هي ليس لديها خبرة طويلة في العمل السياسي وواكبة الحرس القديم البعض منها منذ عام 2003 لم تسمح لها الفرصة بأن تكون جبهة كبيرة وواسعة عريضة بإمكانها أن تدخل لانتخاب مجالس المحافظات برؤية حقيقية وواقعية ونوعية حتى تتحقق لديها وتدخل المعامل أو المكافئ السياسي الجديد إلى داخل العملية السياسية لذلك أقول بأن هناك في أدول العالم المتحضر يكون هناك خطان الخط الأول هو الرعيل الأول والخط الثاني هو جيل الشباب الذي يتسنم راية الحرس القديم أو الرعيل الأول أو الآباء المؤسسين من أجل أن يكون لهم دور في صناعة القرار السياسي إلا في العراق لا يوجد مثل هذا الموضوع نحن ندور في دوامة أعتقد بأننا بأمس الحاجة لأن يكون لدينا أصاعق سياسي جديد يدخل إلى مجلس النواب والعملية السياسية بإمكانه أن يذهب بتوليفة جديدة لإدخال المدنيين كأداة حقيقية للتغيير وهذا ما معمول به في الدول الديمقراطية نعم أمر ناصر السياسي المستقل شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة